هاة هاة !! هاة أ conditions of comfort إزاي بنتلق الكلاب كلها فدفعة واحدة و بيأكلوا مع بعض و مبيتعركوش مع بعض قصة 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 موسيقى النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا وهي كان حد سألنا على اليوتيوب يا جماعة وقال ازاي بنطلق الكلاب كلها في دفعة واحدة وبياكلوا مع بعض وما بيتعركوش مع بعض نقول السؤال ده تاني ازاي بنطلق مجموعة كلاب كبيرة في دفعة واحدة في وقت واحد على اكل واحد وما بيتعركوش مع بعض طبعا يا جماعة الموضوع ده فعلا مهم والسؤال ده سؤال آآ نفت نظري كده وفعلا مهم طبعا موضوع ان انا نطلق كلاب كلها كمية واحدة ودفعة واحدة وبالشكل ده وعلى اكل واحد وعلى حتة واحدة ومكان واحد والكلام ده كله حابب اعرف كل الناس الفكرة فكرة تربية فكرة ان انت راجل غاوي عندك مجموعة كلاب وعارف يعني ايه تتعامل مع واحد واثنين وتلاتة واربعة وعشرة طبعا اللي عنده كلب واحد غير اللي عنده مجموعة كبيرة اللي عنده كلب واحد بيتعامل معاه بيتعبه في اه قوعه مش عارف ايه الكلام ده كله بيسمعش الكلام ويقطع في الهدوم ويقطع في الحجين دي كلها لكن مجموعة كلاب كاملة فمنضطر احنا نتعامل معاهم معاملة جماعية. يعني الموضوع فيه تعامل جماعي غير تعامل بالفرض يعني احنا عندنا الكلاب بتاعتي انا الشخصية ما لهاش لعب كلاب التدريب. كلاب الشخصية بتاحت انا بنتعامل معاهم معاملة جماعية يعني لو داخل لابس الوش على واحد يببلا لازم نلبس الوش على كله وتبازه عليهم من كله لو داخل بنلعب مع واحد يببلا لازم نلعب مع كله اللعب ليه وقت والجد ليه وقت طبعا الحاجات دي كلها بتعود وتلف في الاخر كده وتصبف حاجة اسمها الشخصية الشخصية بتاعت المربي او الشخصية بتاعت الغاوي هي دي الحكم الرسمي لمجموعة الكلاب دي يعني انت لما يكون عندك مجموعة كلاب كتير وتكون شخصيتك ضعيفة معهم ومقضيها لعبة معهم كتير ومقضيها بالحب معهم كتير هتبص تلاقي ان الكلاب دي توصلت لمرحلة ان يعدوا بعد يقصروا الحاجة اللي عندك يهجموا عليك يهجموا عليك اه يهجموا عليك ممكن كلابك تهجم عليك طبعا الحاجات دي كلها جماعة بتشكل خطورة وبتسبب مشاكل على مرب الكلاب كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي بتسبب خطورة ومشاكل على مرب الكلاب تقول لي بقى انت شخصيتك قوي على الكلاب انت شخصيتك كذا اقول لك انا كمرب كلاب اتفضل شرفني هنا ووريني شخصيتك البسيطة الهادية الرئيئة مع تعامل مع حوالي ما يقدر كده بسبعين او خمسين كلب اتعامل معهم بشخصيتك الرئيئة او الهادية ووريني رد فعلك ايه ووريني ازاي هتقدر تسيطر على القطيع ده وازاي هتحكم عليه طبعا فيه ناس كتير بتقعد تفتي وتتكلم ملناش دعوة بالفاتي ملناش دعوة باللي احنا بنشوفه فيه مقاطع كده بنشوفه على اليوتيوب وحيات زي كده طبعا اللي بنشوفه على اليوتيوب غير الحقيقة التعامل بالحياة شخصية انا بنقولك انا تعاملي مع كلابي يعني انا اللي ما بننزل مقطع وانا بنطلع الكلاب كلها تاكل مرة واحدة الفيديو ده بيكون ليه يعني حاجات عدت قبل كده فيه حاجات انا حصلت معايا ومع كلابي عدت قبل كده يعني فيه شخصية فيه كلب غلط قبل كده وعقبته فيه كلب ممكن يطلع يعد ونعجبه فيه كذا وفيه كذا طبعا مع التكرار الكلاب بتبدأ خلاص جالها حاجات في دمخها ان خلاص ما ينفعش نغلط قدام ابو نور ما ينفعش نعمل حاجة غلط ما ينفعش نهجم على كلب انا بنصور دلوقتي وورا وورا الكاميرا على طول العنبر بتاع الكلاب بتاعت طبعا ما فيش هوهوة ما فيش صوت لو بصينا كده حنلاقي المجموعة بتاعت كلاب التدريب طبعا ما فيش هوهوة وما فيش طبعا اي حاجة من دي طبعا الحاجات دي كلها جماعة اللي احنا بنتكلم عنها دي حاجة بتكون مهمة لمربين الكلاب حاجة بتكون مهمة للناس اللي بتربي لازم شخصيتك الفكرة مش فكرة ان انت يكون عندك كلب تدلعه وتهشكه طبعا بتبص تلاقي في الاخر فيه اضرار بيتيجي عليك فيه مشاكل بيتيجي عليك فيه حاجات كتير انت ممكن تبه في غنى عنها تمام زي ما قلتلك بيحصل الاول ان الكلاب بتتعارك مع بعضيها وده بيكون قدام عينيك ومباشر انت ما بتتكلمش عادة وفات خلاص يعني اتعاركوا اتنين مع بعض وسلكتهم وخلصوا الموضوع طبعا لا انا عندي بنعاقب الاتنين بنعاقبهم على الخطأ طبعا بنعاقبهم صوات بصوتي بالزعيق بشخط ان انا نلبس علوم الوش ان انا ممكن نعاقبهم بعصاية رفيعة تمام طبعا بتوصلهم رسالة بس لازم يكون العقاب وقتي من الفعل اللي هم عملوه يعني ما نجيش بعد ما يتعاركوا مع بعض بساعة نقول له مثلا ما كنتش فاضي ونروح نعاقب الكلبين طبعا ما بتوصلش للكلب بالسرعة دي خالص ولا بيفهمها بالطريقة دي ولا بيعرف انت بتعاقبه ليه اساسا انت كده بتظلمه تمام فلازم عشان تعاقب كلب على خطأ عاقبه ووقت الخطأ نفسه تكون انت سريع ردت فعلك سريع مع الكلب ومع الكلاب اللي عنده تمام وطبعا مش معنى كده ان احنا نمسي الكلاب كل شو هنعاقبه على الفاضي والمانيال لأ برضو ما انا ما نكسرش نفسية الكلب لازم كلبي برضو فيه وقت ان انا نبا كواس معاه فيه وقت اللي هو بنحميه ونسرحله ونطبطب عليه ونهرشله في شعره والكلام ده كله فيه وقت ان انا لما بيغلط جدامي بنراجع الغلط ده و بنوقفه عند حده فيه الحاجات دي كلها فاصبح الفكرة كلها جماعة من الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دي فكرة الشخصية بتاعة المربي نفسه صدقوني فيه مربيين كلاب بيسوقوا سلوكيات كلابهم وهم مش داريين اولا ما فيش واحد حابب ان هو يبوز كلبه او يعمل اي حاجة غلط بس ممكن يبقى فيه حاجات هو ما عندهش خلفية عنها او ما عندهش دراية كافية عنها ويتلاقيه يبوز كلبه يعني بص مثلا تلاقي واحد مثلا جاي بكلب دكر عمر خمس شهور الدكر اول ما بيوصل سن البلوغ يبدأ ان هو يشبع على اي حد واقف ويعمل الحركة اللي هي الجنسية دي تبصت لهم يضحقوا ايه بص الكلب بيعمل ايه مع فلان او بص الكلب بيعمل ايه فلان ودي يعني فيه بنات فيه بنات بيحصل الكلام ده تمام بتمام ربيها كلب ويعمل كده مع اختها او حد من صحابها يعودوا يضحقوا تمام طبعا كلب كيود بسم الله مش الله هو قميل ومش عارف ايه الكلام ده كله تمام تبص تلاقي الكلب وصل وصل ورد فعل في دماغه الله دل بيتحقوا على اللي لم نعمله ده يعني دي حاجة عادية وحاجة بسيطة وحاجة كويسة ان انا نقدر ايه اه طبعا نعملها بعد كده في اي وقت تبص تلاقي الموضوع تكرر بقى سوء سلوك تمام طيب اه فيه ناس برضو بتكون غشيمة اللي ملاقي الكلب اعمل كده يجي ايه مضربه بعصايا مدغدغه تمام اوعى تعمل كده تاني برضو ده سوء سلوك طيب نعمل ايه في حالة زي دي مثلا في حالة زي دي منشد كلبي ننزله وما نضحكش وما نقلبش الموضوع يزار يكون التعامل بتاعي تعامل عادي خالص يعني نبلابس الوش كده وننزله يعني ما نعرفوش انه ده عقاب لانه حيجي عليه مرحلة ان انا نطلبه ان هو يتجوز فلما نيجي نيجي نجوزه وانا معجبه قبل كده بسبب حركة زي دي هتوصله صورة في دماغه ان هو اللي انا بنعمله ده غلط ما ينفعش نعمله تاني خالص لو ضحكت وهزرت وفرحت وقعدت نهزر مع اللي بيعمل الكلب عامل معليه كده تمام هنبص اللي الكلب يقررها دايما دايما ويقول دي كويسة وبتبسط صحبي فخدوا بالك يا جماعة الكلاب فاهم هي بتعمل ايه وفاهم رد فعلك ايه وفاهم احساسك الداخلي ايه الكلب اللي انت مربيه عندك في البيت فاهم احساسك الداخلي ايه فعشان كده بيتعامل بناء عن احساسك الداخلي ده فانا حابق بقول لكل الناس تعالوا نتابعوا الحلقات اللي احنا بننزلها وتعالوا نشوف الحاجات ديت ونفهم لان كل معلومة هتلاقي وراها قصة تمام وحتلاقي وراها موضوع انت ممكن تكون منتش داري بيه ومنتش متخيله تمام وبازن الله اكيد ان انت هتستفاد من الحلقات بتاعتنا بمعلومات ولو معلومات بسيطة طبعا ده اللي انا كنت حابي بقوله شخصيتك ثم شخصيتك ثم اتزانك في التعامل مع الكلب بتاعك لان اتزانك في التعامل مع الكلب يعني لا نظلمه ولا ندلعه يعني لا نوصل مع المرحلة اننا نكسر نفسه ونخليه قاعد زعلان مني ولا في نفس الوقت نحاول اننا نخليه يلعب ويهايبر ويكسر ويقطع ونبقى قاعد فرحان في مقاطع ساعات بنشوفوها على التيك توك لبنات من ربيها كلاب او شباب من ربيين كلاب كلب يقعد واخد الشرابات يخبيها ويطلع يكسر مش عارف ايه ويكسر ممكن يروح يمسك سلك كهربا وانتي مش دارية يعني ممكن يمسك سلك كهربا او فيش او حية زي كده قطع حاج ميت في ساعتها انتي اللي شلت زنبو لان ما تنسوش ان ربنا امرنا بعالمهم ربنا امرنا ان احنا نعلم الكلب تمام فطبعا دي حاجة لازم نعرف الكلب ان ده صح وده خطأ وده طبعا ده مش عيب يا جماعة وده حيفيدك في تربية كلبك في البيت احلى مساء عليكم وتحياتي لكم وارب تكونوا استفدتم من الكلام اللي انا قلته تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا